فإذن المسيح قال أنا هو الله في آية تانية في إنجيل يحنى قال أنا والآب واحد إيه مفهوم هذه الآية يا أخي يوسف البعض الأشرار بيقولك المقصود من ذلك أنه واحد في الغرط والمسيح لم يكن يتكلم على أنه هو والآب واحد في الغرط لكن واحد في العصمة أبي الذي أعطاني إياها الخراف هو أعظم من الكل ولا يخطف أحد من يدي أبي فهنا بيتكلم عن عظمة الآب آب الذي أعطاني الخراف هو أعظم من الكل ولا يخطف أحد من يدي أبي وبعدين قال أنا والآب واحد لاحظ أنه مش بيقول الآب وأنا واحد مع أن حتى دي في نظر اليهود الأشرار ما تنفعش لكن ده المسيح قال أنا والآب يعني كأنه حط نفسه الأول والآب واحد واحد في الجوهر واحد في العظمة كيان واحد وإذا كان الآب عظيم وطبعا هو عظيم المسيح لا يقل إطلاقا عظمة عن الآب زي ما قال في يحنى خمسة لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب طلعز حضرتك حاكتين الحاجة الأولانية الجميع سيكرموا الإبن والحاجة التانية أنهم سيكرمون الإبن بنفس القدر بنفس الوضوح وبنفس المقدار اللي فيه بيكرموا الآب كثير من أحباءنا المسلمين دائما بيستخدموا مثلا كلمات يعني ذكرت في إنجيل يحنى إصحاح الثمانية ولكن في آية يعني دائما بيستخدموها وأنا إنسان قد كلمكم بالحق ها؟ ده يسوع نفسه بيقول وأنا إنسان يعني ما هواش الله قد كلمكم بالحق ولكن بنفس الإصحاح المسيح يقول وأنا من البدء ما أكلمكم أيضا به وكما ذكرت حضرتك إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فمرات إنه منوخد آية بدون ما نقرأ النص الكامل وأكيد بتشوفوا هذا في خدمتك يا أخي يوسف طبعا المسيح لم يقل ولا مرة أنا مجرد إنسان لكن قال أنا إنسان وهذا هو إيماننا احنا على فكرة بنؤمن أن المسيح هو الله 100% وإنسان 100% يعني البعض بيظن أن إيماننا أنه سيمي جاد أند سوبرمان هو إنسان في كل ما هو الإنسان وهو الله في كل ما هو الله نعم هذا هو إيماننا وإلا كيف كان يموت ما برضو السؤال اللي يمكن ييجي طب إذا كان المسيح والله مين كان بيحكم الكون لما المسيح طبعا لا المسيح كان على الصليب كإنسان مات علشان يفدي الخطاط الأشرار اللي هو أنا واحد منهم وكان حيبقى مكاني في جهنم مليون في المية نظرا لقداسة الله لكنه حبني ومات عشاني وغير مآلي وحالي كتر ألف خيره لكن هو الله في كل ما هو الله وإنسان في كل ما هو إنسان اشتركوا في القناة